بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسألهم بكم أعزائي الطالب في محاضرة جديدة في مادة الإحصاء الحيوي بايو ستاتيستيكس محاضرتنا هذه ستكون عن الموضوع Measures of Dispression سألكمل فيها ما أخذناه بالمحاضرة الماضية ورحب بكم في هذه المحاضرة أنا محدثكم والأستاذ المساعد الدكتور محمود عباس محمود في حالة وجود أي استفسار بإمكانكم الاتصال معي على العناوين البريد الإلكتروني المبينة ماماكم في هذه المحاضرة سنأخذ مقاييس الانتشار Measures of Dispression والتي هي تقع بعد مقاييس النزع المركزية أو Measures of Central Tendency مقاييس الانتشار Measures of Dispression حقيقة هي توضح لنا أو تعطينا بيانات أو معلومات تعطينا المعلومات التي تتعلق بمقدار التغاير أو الاختلافات ما بين مكونات مجموعة البيانات المعطات يعني البيانات الموجودة فيها مجموعة من القراءات مدى الاختلاف فيما بينها هو ما تقيسه مقاييس الانتشار بالسابق أخذنا مقاييس النزع المركزية حيث كانت تبين لنا مقدار تمركز البيانات مثلاً ليأخذنا مثلاً المتوسط أو المعدل المين يعطينا مدى تمركز البيانات حول المتوسط أو يقيسنا كيف تقسم مساحة البيانات إلى اليمين وإلى اليسار والمقياس الآخر الذي كان لدينا هو الميديا أو الوسيط الوسيط هو نأخذ فيه القيم الوسطية بالنسبة للقياس الآخر كان هو المود المود أو المنوات المود هو يعطينا القمة للبيانات أين تقع أكبر تكرار في تلك البيانات أين يقع أكبر تكرار في تلك البيانات فإذا كانت عندنا ثلاثة مقاييس اللي هم المين والميدين والمود المين والميدين والمود هنا رح نأخذ مقياس آخر يبين لنا مدى تشتت البيانات اللي هو Major of Disparation Major of Disparation حقيقة عدنا مجموعة من الملاحظات قبل أن نبتد بأنواع مقاييس الانتشار الملاحظات هي ما يلي أولا If the values are the same يعني إذا كانت القيم أو القراءات كلها متشابهة أو متساوية ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه لا يوجد انتشار There is no dispersion اثنين إذا كانت القيم متغينة يعني هناك اختلاف فيما بينها هذا يعني وجود dispersion وجود انتشار الحال الثالثة إذا كانت البيانات متقاربة مع بعضها مع بعضها هذا يعني أنه الانتشار قليل الانتشار قليل النقطة الرابعة إذا كانت منتجرة أو متبعثرة widely scattered widely scattered يعني متبعثرة يعني ليس فيها قريب أحدهما على الآخر وإنما تبعها عيداً هذا معنى dispersion is greater يعني في هذه الحالة راح يكون عند الانتشار أكثر هذه النقاط الأربعة حقيقةً ليتنطينا وصف للبيانات بمدى اختلاف قيمة هذا مثال لتوزيع بياني بشكلين هذا حقيقةً هو Frequency Distribution وهذا هو الشكل اللي حصلنا عليه هذا الشكل اللي حصلنا عليه ال Polygon هذا ال Polygon حصلنا بهذا الشكل وهذا Frequency Distribution للحالة الأولى والحالة الثالثة حقيقةً هي الحالة الأولى اللي احنا قلنا عنها وهو الحالة الثالثة الفرق فيما بينهم الدول الثاني هم لهم نفس المين لو نشوف هذا المين والمين هو نفسه نفسه دي الحالتين لكن هذه البيانات لا تشبه هذه البيانات الفرق فيما بينهم هو بمقدار انتشار البيانات فحقيقة البيانات 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 طبعاً نحنا قلنا دائماً المجتمع يقاس المعدل معتم بميون هذا المجتمع فالمجتمع بميون نفس ما هو للمجتمع فإذاً هو لأنهم نفس اليميون ولكن لو نلاحظ ان المجتمع بي الانتشار فيها أوسع من البيانات هذا هو حقيقة الانتشار لوصف الانتشار مقاييس هي ما يلي أولا المدى يرمس له الثانين هذا هو المقياس الثاني المقياس الثالث الانحراف المعياري الانحراف المعياري هو الstandard deviation الرابع coefficient of variation اللي هو معامل التغير أو معامل التبعين اللي هو سميه coefficient of variation أو CV يرمس له في CV فإذن قدنا ثلاثة range, variance, standard deviation coefficient of variation أولا range المدى يرمس له R range هو ناتج طرح القيمة الأصغر من القيمة الأكبر أو القراءة الأصغر من القراءة الأكبر يعني بمعنى نأخذ القيارة الأكبر ثم نضع أشارة سالب ثم نضع القراءة الأصغر في كل البيانات في كل البيانات بعد أن نرتبها تصاعديا بعد أن نرتبها تصاعديا فإذن large value ناقص smallest value وهذا نربز لرياضيين R يساون XL ناقصا XS والX هي معنى القراءة large والقراءة small وهذا هو التعبير الرياضي للrange ملاحظة range يتعلق فقط بقيمتين لو نلاحظ المعادلة هنا عندنا لا تجددنا سواء قيمتين أعلى قيمة وعدنا قيمة فإذن هذه القيمتين هي التي تحكم للموضوع كله مهما كان اختلاف القيم بالداخل لا تؤثر على الrange فإذن الrange يتأثر فقط بالقراءة الأعلى العليا والقراءة الدنيا أو القراءة الأعلى والقراءة الأدنى أو أعلى مقدار وأقل مقدار في البيانات مثال مثال if we have the following data the age of 10 patients هذا حقيقة قدنا حالات موجودة داخلة في مستشفى أو في ردها أو في مكان ما قدنا أعمارهم فقط أخذنا أعمار فلولحظهم عددهم هنا عدنا عشرة حتى إذا ما قالنا هو عشرة نحن لقد نحن لقد نحن لقد نحن لقد حسبهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ببساطة نقدر نعرف يعني أحيانا بالسؤال ما يقول لنا شكل عددهم ومرات يقول لنا العدد شكل فنشوف ما بيها فالتسلسل يعني من الأصغر للأعلى ومن الأعلى للأصغر وإنما جدت حسب ما ظهرت عدنا المطلوب أنه الرينج رايد من عندنا الرينج شون نحن لها السؤال الحال هو بشكل التعليق solution أول خطوة دائما قلنا إذا تجينا أي بيانات مثل هاي دائما نأخذها بأن شو نسوي نأخذ أول عملية نسويها نرتبهم تصعودية أول عملية فس أول واحد عندنا نبدأ به 38 هو الأول واحد نشوف منه الأكبر منه نروح نجيبه وراء نجيب الآخر وراء الثالث الرابع الخامس إلى أن نخلص إلى عشرة أنا حقيقة ركبناهم معنا عندنا بهذا الشكل فأول واحد كان 38 بعد 43 بعد 57 57 57 59 61 61 62 فهذا تصعودية تصعودية إيه هذه هلقا فأول واحد راح نكون لدي أصغر واحد وآخر واحد وأكبر واحد فإذن إذا جئنا هنا راح أطرح هذا من هذا فراح يطلع لدي الرين في ساوية 66 ناقص 38 ساوية 28 هذا حقيقة هو ببساطة وبسهولة نقدر نوجد الرين هنا ننتبه على نفس العبارة اللي هناك أنا هذا يتأثر بها القيمة وهذه القيمة هذا وليس يصير عندنا بالداخل ما يتأثر ما راح يفرق لدي حقيقة ما يفرق شيء لأنه يصل لدي رقم هنا يتكرر كل يصير 57 57 59 60 40 50 أهم شي لأنه ليس أصغر من هذا ولا يصغر أكبر من هذا فهما الفاريانس بقياس الآخر اللي هو الفاريانس أو التغايد أو التغايد الفاريانس هو يقيس التشتت نسبة إلى مقدار تبعثر البيانات أو انتشارها حول المعدل حول المين حول المعدل فإذن هنا راح نشوف إنه مقدار حول المين حول المين يعني المقياس هنا راح يصير بمدى تمركزها أو التشارة حول المين نجي سامبل الفاريانس الفاريانس حقيقة نحن دائما نتعامل أما سامبل أو ببوليش إذا أخذنا للسامبل أو للعين فرح نرمز له ب S حرف S وهو تربية S تربية هذا هو السامبل باريانس هذا رمز السامبل باريانس السامبل باريانس هذا قانون S تربية يساوي summation start from 1 إلى N X I ناقصا X سكوير عفوا X بار سكوير كل سكوير على N مين 1 حيث أن X بار شنوه هو سامبل مين ولن ننسى هذا للسامبل لن نحصل X بار السامبل سامبل مين وهذا يعني لي أنه أخذ لكل قراءة من القراءات أطرح من السامبل من ننسى وبعد أجمعهم كلهم وأربعهم وأقسم على عدد مفردات العين اللي هو N ناقص 1 مثال نخل مثال Find Sample Variants of Edge اللي هو أخذناه بالمثال السابق هذاك المثال السابق كان عين فراد من عندنا يريد من عندنا Variants لهذه العين أحنا بالماء بالسابق جمعناهم يعني نجمع الأكس الأكسات كلهم فجمعنا بدينا من 38 وصعدنا إلى النهاية إلى آخر واحد بهم جمعناهم كلهم العشرة طلعونا 560 قسمنا عشرة طلعونا 65 عفوا 56 فهذا معنا 56 يعني كان نقول المفروض نكتم من أيير 56 سنة واللي هو المعدل هنا حقيقة هنا شوي ننتبه دائما إذا طعنا وحدات نكتب مثلا سنتيمتر نكتب سنتيمتر ضغط زئبق نكتب ضغط زئبق درجة حرارة نكتب درجة حرارة يعني يكون من الأفضل من الأفضل علميا أن نكتب هنا حقيقة عمره كان من طين الوحدات باللي كان البيانات في المعطاعة لنا أو معدل الأعمار بهذه العينة 56 الحل الحل أول خطوة حقيقة هذا كان مفروض الخطوة قبل هذا يعني هو أول خطوة نطلع إلى X بار بس لماذا خلينا لأنه أصلا طلعنا بالمحاضرة الماضية فعلى كل حال إذا كان ما معطاعة عندنا نوجد المعدل إذا لم معطاعة نحسب المعدل ونجيب خليه هنا كل حقيقة هنا قيمة 43 ممكن أرتبهم تصاعدي ممكن أركبهم تنازلي ممكن أبقيهم مثل ما وهنا ما عند راح فرنشيز ليش لأن المهم أخلص كل القيم هذه العشرة 43 ناقص 56 هذه X 1 66 ناقص 56 50 ناقص 56 لا كلهم نجمعهم هذا زاد هذا زاد هذا زاد هذا بس شنو لا ننسى نطلع الفرق الرابعة طلع الفرق الرابعة طلع الفرق الرابعة طلع بالرابعة نجمعهم كلهم نقسم على جيد أحنا أصلا كانوا معدنا 10 10 10 10 10 فهذا الول N ناقص 1 راح سنعدي 9 راح سنعدي 9 حقيقة الآن ببساطة جامعهم ذول يكونوا مطلع قيمهم راح يطلعوا لي 810 810 مجموعهم لو تجربوها تشوفونا يطلع 810 تقسيم 9 يطلع لنا 90 فإذن S سيكوير يساوي لنا 90 هذا هو الفاريانس بالنسبة له هذا هذا هو الفاريانس بهذه البساطة يحسب هنا ننتبه أنه لدينا هذه الحالة التي هي بها البيانات معطاة بشكل غير مبوض غير مجدول لا يوجد فيها جدول وإنما عطيتها شكل يعني فرادة يعني ما بي تكرار يعني ما قال عندي 4 مرات 66 و 6 مرات 50 و مرتين 43 و 40 لا نطلعها مفردة واحدة بعد الثانية واحدة بعد الثانية فهذه الحالة نحسب بهذه الطريقة هذا sample variance element to sample نجي الشيء الثاني الشيء الثاني اللي هو population variance هس أنا رح أطلع الvariance بس element للمجتمع كله وليس للعينة وإنما للمجتمع بالكامل مجتمع بالكامل الpopulation variance هو نرمز له sigma square وليس sigma square ونننسى N N capital تعني لعدد مفردات المجتمع أو عدد وحدات المجتمع كله كاملا وليس عينة فإذن إذا قال لي sample أروح على N إذا قال الpopulation أروح على N فإذن بنفس الطريقة لكن لميو لأنه معدل المجتمع يساوي ميو وإحنا أخذناه وقلنا ميو للمجتمع ميو هذا هو معدل المجتمع ونجي نطرح بنفس الطريقة كل قراءة من القراءات من المعدل عفوا المعدل من كل قراءة من القراءات ونربعة ونقسم على العدد مباشرة دون طرح الواحد يعني إذا كان أدي عدد مفردات المجتمع هنزل العدد نفسه في حين بالعينة كان نقول N small ناقص واحد هنا مباشرة N وهنا للpopulation لا ننسى الفرق بين الاثنين فإذن ميو هو الpopulation مين والقانون ببساطة يطبق ونطلع النتائج نجعل القياس آخر اللي هو standard deviation الانحراف المعياري الانحراف المعياري standard deviation standard deviation هو الجذر التربيع للvariance ببساطة الvariance نجذره هو احنا أصلا عندنا الvariance به تربية يعني مجرد ننشأل التربية يطلع النتائج الانحراف standard deviation مجرد أن نشير التربية يطلع النتائج الانحراف لماذا؟ لأنه هو الvariance تحت الجذر ونحنا أصلا ما أخذي تربية فرح يطلع النتائج مباشرة فالpopulation standard deviation شو يساوينا بمعنى بعدك المقابلنا يساوينا sigma ويساوينا تحت الجذر sigma square فإذن يساوينا sigma فإذن بهذه البساطة يطلع النتائج sigma إذا طلعت لي قيمة الvariance مجرد أن أجذرها يطلع لي يطلع لي standard deviation للسامبل standard deviation يساوي لي S وهو فعلا أيضا بنفس الطريقة تحت الجذر السيكوير اللي يخذنا قبل شوية نفس الحار نجهز يعني standard deviation شي راح يساوي راح يساوي تحت الجذر اللي طلعنا نفس القانون السابق قبل شوية بس حطينا شنو فوقها تحت الجذر قبل شوية من شان ماكو الجذر شان هذا أستربيع فإذن هو هذا بنسبة للسامبل ما هو standard deviation للبيانات المجمع أو المجدول هنا حقيقة أي بيانات أنا حولت إلى group يعني سويتها إلى مجاميع وخليت كل مجموعة عشقد الفريقونسي ما لها وجبتها بالتسلسل فهذه الحالة لأ راح تختلف عندي القوانين أو القوانين راح تختلف عندي بحساب standard deviation ننتبه إلى هذه الحال إذا عطيت البيانات مفردة ولم تجمع على شكل groups فإذن تحسب بالطرق السابقة لكن إذا صارت على شكل groups يعني group 1 group 2 group 3 group 4 على شكل جدول فتحسب بالأسلوب اللي هسا راح نعمل تحسب بالطريقة التالية قانون هيقول تحت الجذر sub motion F هذي هنا شوف صار أنه frequency دخل frequency هنا فإذن أنا عندي frequency لكل حالة كل حالة من الحالات الfrequency ونضرب في شنو القيمة الموجودة هنا ناقص المعدل ناقص المعدل المن إذا أنا عندي sample دعا تعامل مع sample وبما أنه دعا تعامل مع sample فإذن أنا راح أقسم على شنو على n small ناقص 1 n small 1 وهذا هو القانون الذي يطبق عندما تعطى البيانات على شكل مجامية في جدول وعلى شكل مجامع مثل ما راح نشوف هس بهذا البثال مثال أعطاني هذه البيانات المجدولة وش يريد مني يريد مني standard deviation هاي البيانات سألن نشوف مجدولة أو مبوبة يعني شنو مبوبة يعني إذا أقول عندي من 165 هذا اللي هي ال x اللي هي أصلا كانت قد يجوز تكون من كذا إلى كذا الفئة من كذا إلى كذا الفئة من كذا إلى كذا من كذا إلى كذا اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة أحيانا ينطينيها بالحد الأدنى والحد الأعلى وأنا طلع ذول القيام أو ينطيني القيام مباشرة ذولي حقيقة هما ذول ال x فهذا 165 تكرار 5 هذا 168 تكرار 14 فإذا 171 تكرار 29 174 تكرار 22 وهكذا إلى الأخير أنا هسا حقيقة بالقانون تريد مني هذول الأشياء الآن أنا شون أقدرت على العلال الآن بالمحاضرات الماضية قلنا شي ساوي الآن يساوي الـ summation of x عفوا of f summation of f فهذا الأف أجمع واحد بعد الثاني رح يطلع المجموعة مرة هو الأن يعني هذا الأف مجموعة الفريقونسيز هو يساوي الأن الآن فإذا رح نشوف بالتفصيل كيف يتم حل مثل هذا السؤال هذا السؤال رأي مني الـ standard deviation وأحيانا يقول لي أريد المين وأريد الـ standard deviation وأحيانا يقول لي أريد بس المين أحيانا يقول لي أريد الـ standard deviation بكل حال بين الأحوال هنا رح نستشوف الخطوات للمين والـ standard deviation اثنينهم وأحنا نقدر نستطرف على أساس السؤال ومعطياته أولا الحل لهذا السؤال بالترتيباته أول شيء أعمل جدول مثل هذا هاي القيمة المعطات إلي أكتب جواها X لـ frequency هو F وهذا نعرفه من المحاضرات السابقة هنا أضيف جدول بـ Fx اللي أخذناه بالمعادل بحساب المعادل بين المحاضرات السابقة أضيف الـ Fx بس أجي أضيف بصف الـ Fx هنا ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق أول واحد هو X minus X bar البعد X minus X bar تربيع وحقيقة هو كأنه هذا الرابعة هذا الناتج هذا شو يسوي نرفع للقوة اثنيا أو الرابعة أو نضربه فيه نفسه بكل الأحوال قوي عن معنى تربية فإذن هذا الناتج يصير هذا تربية البعد رح نفسه هذا الناتج تسوي أضربه بالفريكونسي اللي هو هذا الفريكونسي فيه هال يضع لي هال فإذن أنا صارت عندي الآن الجدول اللي عندي ب ستة أعمدة ستة أعمدة واحد مئة ثلاث أربعة خمسة ستة هذول الأعمدة بعد أن رتبت هذول الأعمدة رح يبدأ شغل أول عملية هذا عندي Fx Fx شنو معنى F في X خمسة في مئة وخمسة وستين رح يطلع لي رقم هنا أربعة عشر في مئة واثمانة وستين رح يطلع لي رقم هنا وهكذا إلى آخر شيء اثنيا في مئة وثلاثة وثمانية رقم هنا أجمع بقى الأرقام هنا بالتسلسل أرتبهم بالتسلسل هذا الحال رح يكون لي بالترتيب التالي نتاع جه هاي قدامكم بينه واضحة بهذا الشكل خمسة في مئة وخمسة من مئة وخمسة عربعة عشر في مئة وثمانية وثمانية ألف وثلاث 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 اثنيا في مئة وثلاث 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 هذا ترتيب هالشكل هو بهذه البسطة فإذن بعد أن طلعت أسوي summation of f طلع للستة وتسعيد وهو هالشي يساوي لي يساوي لي الان يساوي لي الان لأن مثل ما قلنا مجموع الفريقونسيز يساوي النامبر of observations أو number of readings أو number of values فهو هذا يساوي الان أجل هالشي يساوي أجمع ال fx أجمع ال fx طلع لهذا الرقم هذا أجمع هذا ال fx summation من رح يفيدوني باحتساب شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا شاحتاج هنا أحتاج ال x bar اللي هو المعدل أو المين ال x bar شونا هسب المين المين بالمحادلة التالية x bar سوين نسمي شن ffx fx على n هس آني ال fx عندي جاهز والn عندي جاهز فأجي مجرد أنا أقسم هذا الرقم على هذا الرقم رح أطلع للمين بس طلع للمين هذول كلهم صاروا بسيطة شغلتهم ليش لأن هذول كلهم هو x وهذا موجود مجرد جاه نلمين رح أجي x minus x bar وطلع قيمته x ناقص x bar يعني 165 ناقص 172 وهذا الرقم رح يطلع هنا ننتبه هنا بداية الأرقام غالبا ما تكون سعلي غالبا ما تكون سعلي لا نخاف اعتيادي تطلع سالبة ونكتبها سالبة وبعدها رح تطلع لنا موجبة فإذا أول واحد ممكن أن يطلع لنا سالبة حس اش طلع لنا طلع لسالبة ليش لأنه 165 أصغر من 172 وأنا دع أقول 165 ناقص 182 فأكيد يطلع لسالبة وطلعت للقيم هاي بالتسلسل وأرجع مرة أخرى أقول القيم هاي اللي هنا موجودة هي ناتج 165 ناقص 172 وثمانمية عفوا 8125 168 ناقص 162 فكل واحد منهم دع أخليه هنا خليه هنا خليه هنا دول الأرقام كلهم رتب ثم بها الشكل الخطوة البعدها أنه أجيب هاي الأرقام للناتج ما لها أربعها سكوين هذا الرقم أخذ التربيع مات هذا الرقم أخذ التربيع مات هذا الرقم مقد تربيع مات وهكذا ننتمي هنا ما راح يطلع لي أي قيمة سالبة لأنه السالب في السالب موجب أو تربيع السالب هو موجب ف 이걸 Sótli لمجموعة من así بهذا الشكل هاي مجموعة الأرقام طلعت بعد أن طلعت هالأرقام مجرد أن أجي أخذ هذا الرقم الموجود أضرب Subscriber ٌ الم misinformation 300 راح يطلع لي شكال راح يطلع لي شكال 300 او 5 305 و فت شوي هاي فايدا راح ارتبهم بالتسلسل كلهم ايضا للنهاية ارجع مرة اخرى اقول هذا الرقم ناتج من شنو هذا في شنو في ال F او ال F في هذا 14 في هذا 29 في هذا 22 في هذا وهكذا كلها ما خلي هنا شو يطلع Gene أخلي هنا شو يطلع لي خلي هنا طلع لي هاي الأرقام اللي موجودة هنا وبعد ان خلص الجدول بهذا الشكل وبهذا الترتيب هسا انا احتاج الى شنو ان اجمع هذولي اجمعه ف priv اجمعه بهذا الشكل دعامๆ كيف spielt ابق 1 Scholes Abed في شنو X صور او الاتضافة اللي يظهر طلعني هذا الرقم طلعن هذا الرقم فذرا هذا الرقم هو مجموعهم كله 물론 compared to 1 طيب هذا هو ما راح يفيدني بحساب شنوى؟ الستاندر ديفيشي الستاندر ديفيشي جونا حسبه؟ اللي هو الاس مثل ما قلنا ليش؟ لان انا دات عملوية سامبل سامبل الاس يساوي لي تحت جذر سميشن اكس ماينس اكس بار سكوير على ان مينوس وان الان موجودة عدي اي نعم هاي موجودة لانه جبه الاف اكس اهو هذا موجود عدي راح جبه يعني انا هست صار ادي موضوع جدا بسيط انا اجيب هذا الرقم اخلينا وهذا الرقم اطلح منا واحد واقسم واجذر فاذا راح يطلع لي الرقم تقريبا اربعة سنتيمتر حقيقة هو اربعة بوينت او او فاتشياء فهو لو تلاحظون ان هنا تنتبون خليت سنتيمتر خليت سنتيمتر ليش؟ لان هو بالسؤال قايا لي سنتيمتر فمن يكتب لي سنتيمتر الافضل انا اكتب لوحدات الافضل انا اكتب لوحدات من بعض شغلة علمية حتى تكون شغلنا مضموط هذا ببساطة هو كيفية احتساب ال standard deviation او الحراف المعياري بالعين نجعل عندنا القياس الاخر وهو coefficient of variation يعني هو شي يسوي يعني هو غالبا ما يستخدم يعني قلت يقيس لي المقدار الانتشار حول المين لكن هو غالبا ما يقيس لي اه نستخدمه للمقارنة بيش اذا عندي two sets of data اعرف ايهم بيهم تغير اكثر ياهو بتغير اكثر فاذا هذا هو المقياس اللي يغطيني مدى التغير بين البيانات لكل وحدة من السفر هذا السيفي ببساطة هو اس على اكس بار في مين الاس هو standard deviation الاكس بار هو شنوه من المين من العينة فاذا انا عنده مين للعينة موجود وذا ما موجود احسبه standard deviation ايضا اما هو موجود او انا احسبه فلكل المثال السابق كان ببساطة اقدر نطلع المينة موجود ليش لانا عندي المينة وعندي standard deviation عندي مينة وعندي standard deviation اجيب standard deviation طلع عندنا تقريبا اربعة اعتقدت والمينة مشوش قد بقداره ونضربه في مية نضربه في مية وراح يطلع عندنا المقدار فاننا هذا القانون هو CV واس على اكس بار في مية حيث ان الاس هو sample standard deviation والاكس بار هو sample mean هو sample mean اه نجي ناخذ حالة تطبيقية مثال مثال يقول اه ادنا two samples ادنا عينتين المن اه مجموعة من الذكور اه فحصلنا منها حصلنا منها اه البيانات التالية البيانات التالية العينتين sample one sample two كان الاعمار بها خمسة وعشرين سنة للسامبل الاول ودعش سنة للسامبل الثاني فالسامبل الاول خمسة وعشرين سنة همرا اعمارهم والثاني هو دعش سنة البيانويت الوزن بالحالة الاولى 145 والحالة الثانية كانت 80 لكن عند الستاندر نيفيشن بالحالة الاولى عشرة باوند وبالثانية ايضا عشرة باوند يعني عند الستاندر نيفيشن هنا بصط متشاوية او متساوي ومعدل الاعمار هنا ومعدل الاعمار هنا هو بهذا الشكل هسا المطلوب مني اريد يعرف او اريد نعرف عنه اه اي العينتين اكثر اه متغيرة اكثر تعايرا او متغيرة اللي راح نسوي انه نستخدم القانون ما لل كوفيشنت اوف اه 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 باريشن او سيفي السيفي راح استخدم القانون المالتدي والسيفي يساوي دي اس على اكسبار في مينة للحالتين واوجد ايهما اكثر السامبل الاول السيفي يساوي دي شنو؟ 10 على 145 اللي هو كان عندي هذا الهو standard division وهذا المعدد او المتوسط فهذا الاس وهذا الاكسبار ضربناه في مية طلع على ستة وتسعة بالعشرة ستة وتسعة بالعشرة خلينا نشوف السامبل الثانية ايضا حسبناها بنفس الطريقة طلع على عشرة عثوانية طلع على مية طلع على نعشون لو نلاحظ نستعدي هذا الرقم اكبر منها هذا الرقم اكبر منها نعاشونونس اكيد اكبر من ستة وتسعة بالعشرة فاذا هذا يعني دي العينة الثانية مور بارييشن بها تغير اكثر فاذا العينة الثانية هي التي فيها تغير اكثر وحسمنا السي بي دي العينتين واوجدنا ايهما اعلى وكتمنا عليه سامبل 2 اس مور بارييش شكرا لكم ولحسن استماعكم وفي حالة وجود اي استفسار بامكانكم الاتصال بي على العناوين المريد الالكتروني المبينة امامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته